السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية البطيخ للميت في المنام هدل رؤية إعطاء البطيخ للميت في المنام إلى الفرق القريب والراحة التي ينعم بها الحالم وتشير إلى نجاحه في تجاوز المحن والمصاعب كما تشير هذه الرؤية إلى زوال الهموم واختفاء المشاكل من حياته تفسير حلم الميت يأكل البطيخ في المنام لهذه الرؤية دلالتين الدلالة الأولى تعكس حالة الميت ومدى حكته للصدقة والدعاء من قبل عائلته والدلالة الأخرى تعكس حالة الحالم فقد تكون إشارة لمروره في ضيق وهمه وبعض الخلافات بينه وبين شخص أو عدة أشخاص تفسير حلم أكل البطيخ مع الميت في المنام أكل البطيخ الحلو مع الميت يشير إلى الدعم والسند الذي سيزيد الحالم قوة أو وجود شخص يشاركه في مشاريعه وأعماله أما إن كان البطيخ طعم غير لذيذ فيكون رمز لضيق العيش وقصرة الخلافات والخيبة التي ترافك الحالم تفسير حلم الميت يطلب البطيخ في المنام تشير هذه الرؤية إلى أن الميت بحاجة مسة إلى الدعاء والصدقة على وجهه وقد تدل أيضا على ضيق عيش الحالم وتحمله الكثير من الهموم والأحزان وحاجته الماسة للمساعدة تفسير حلم أخذ البطيخ من الميت في المنام ترمز أخذك بطيخ من الميت إلى مشاكل وخلافات في حياة الحالم وتدل على موجهة بعض المتاعب أو خسارة مادية تفسير رؤية الميت يأكل بطيخ أحمر في المنام يرى علماء التفسير أن حلم الميت الذي يأكل في المنام بطيخ أحمر من الأحلام الجيدة المطمئنة والتي تشير إلى محبة الأحياء للميت وما يفعلونه لأجله من صدقات جارية واستغفارة له ونسكر هنا تفسير رؤية الميت شيأكل بطيخ أحمر بأن هذه الصدقات مقبولة بإذن الله وقد وصلت للميت كما تدل رؤية الميت هو يتناول البطيخ الأحمر على رضاه التام على أعمال الحية التي يهديها أجره وثوابه للميت تفسير حلم إعطاء الميت بطيخ للعزباء عندما يعطي الميت للعزباء بطيخ أحمر فهذه دلالة على كرب زفافها وإذا أهدت العزباء في الحلم للميت بطيخ أحمر فهذه دلالة على تصدقها عنه ووصول الأجر له بمشيئة الله حلم إعطاء الميت بطيخ للمتزوجة دليل على البركة في المال والصحة والرزق والله أعلى وأعلم عندما يبتسم الميت في الحلم للمتزوجة وهي تعطيه البطيخ فهذه دلالة على تغير أوضاعها المالية مستقبليا وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته